اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احدكم ان يقرأ بثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم قالوا اينا يطيق ذلك يا رسول الله اينا يطيق ذلك يا رسول الله ثم فكروا ان يقرأ عشرة اجزاء لان ثلث القرآن عشرة اجزاء فقال قل هو الله احد الله صمد ثلث القرآن فهذا الحديث فيه اثبات لفضل صورة الاخلاص وانها تعدل ثلث القرآن وقراءة ثلث القرآن متتاليا فيه ربما يكون فيه يعني مشقة ان كان في ليلة واحدة وصورة الاخلاص وهي ثلث القرآن اجتملت على صفة الرحمن اجتملت على ايه صفة الرحمن طب القرآن يجتمل على ايه يجتمل على الاحكام والاخبار والتوحيد الاحكام والاخبار والتوحيد القرآن يجتمل على الاحكام والاخبار والتوحيد طب صورة قل هو الله واحد اجتملت على التوحيد فيعني ذلك انها ثلث ايه القرآن ويستحب للعالم القاء المسائل على اصحابه كما النبي صلى الله عليه وسلم ألقى يعني من يعجز أحدكم أن يقرأ سلطة القرآن دي إلقاء مسأله كذلك جواز استخدام اللفظ في غير ما يتبادر إليه الفهم لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن يعني عشرة أجزاء وفي الحديث عند البخاري أيضا أن رجلا سمع رجلا يقرأ وقل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن إنها لتعدل ثلث القرآن فهذا يعني يعدها قليلة الرجل يعدها قليلة لكن هي وإن كانت قليلة في العمل إلا أنها عظيمة عند الله عز وجل فهو لا لا يقصد تنقيص لأن كلام الله كلام عليه حلاوة هو حلاوة عليه طلاوة هو أعظم الكلام وفيه جواز قراءة صورة صورة واحدة وتكرارها يعني فيها جواز لقراءة صورة واحدة في الصلاة وتكرارها كذلك الاعتبار الشرعي غير الاعتبار العرفي فهذا الرجل استقل العمل بهذه الصورة فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن وكذلك الحديث فيه استحباب سؤال أهل العلم إذا لم يستطع الإنسان الوقوف على حقيقة أمره وأشكل عليه وفيه إثبات لفضل صورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد نها تعدل ثلث القرآن وفي حديث رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه الصورة إني أحب هذه الصورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة إن حبها أدخلك الجنة أين؟ وفي الحديث جواز القراءة بصورة واحدة في كل ركعة وقد كان هذا الصحابي يقرأ هذه الصورة في كل ركعة وفيه جواز الجمع بين الصورتين في الركعة فقد كان هذا الصحابي يفتتح قراءته بعد الفاتحة بصورة الإخلاص ثم يقرأ صورة أخرى مع الإخلاص وفيه إثبات فضل حب صورة الإخلاص وأن صاحبها يدخل الجنة يعني أن من قرأها وأكثر من قراءتها وأحبها يكون ذلك سببا لدخول الجنة وفي صحيح الجامع من قرأ كله الله عشر مرات بنى الله تعالى له بيتاً في الجنة كذلك أيضاً بالنسبة للمعوذتين ثبت في صحيح مسلم من حديث عقب بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ رب الفلق أقول أعوذ برب الناس فهذا الحديث في فضل صورتي الفلق والناس وأنهن من خير ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما أي نعم وكذلك لما صحر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لبيد بن العاصم اليهودي كان يقرأ على نزلت المعوذتين وكان يقرأ على نفسه بهما والحديث فيه جواز التعوذ الحديث فيه جواز التعوذ من الجان والعين بكل دعاء مشروع لا إثم فيه ولا شرك يعني تقرأ الفتح على نفسك ثلاث مرات شيء جيد تقرأ الفلق والناس شيء جيد تقول أعيذ نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان المهمة من كل عين اللمه ثلاث مرات شيء جيد تقول بسم الله يبرين ومن كل داء يشفيني ومن كل ذيعين ومن شر حاس إذا حسد ثلاث مرات شيء جيد تضع يدك على المكان الذي يؤلمك وتقول اللهم أذهب الباس رب الناس اللهم مشفي أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم اللهم إني أسأل الله العظيم رب العشر العظيم يشفيني سبع مرات شيء جيد تقول بسم الله ثلاثا وأعوذ بحزة الله وقدرته من شر ما أجده حذر سبعا وقد وضعت يدك على المكان الذي يؤلمك شيء جيد طب جيد ليه لأن كل هذا ثابت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فالمعوذتان تغنيان عما سواهما من الرقة وأن غيرهما من الرقة لا يغني عنهما واستحباب استمرارية العبد في التحصن بالمعوذتين لأنهما تدفعان عن صاحبهما السوء بإذن الله والحمد لله أنت بعد كل صلاة وتقرأ أية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وفي أذكار الصباح تقرأهم وفي أذكار المساء بتقرأهم وفي أذكار النوم بتقرأهم فأنت في تحصين مستمر وفيه إثبات أن العين حق وأنه يخاف منها وفيه إثبات نسخ السنة بالقرآن الكريم فلما نزت المعوذتان ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بهذا الدعاء فدل على أنه منسوخ هذا والله أسأل أن يحفظني وإياكم بعينه التي لا تنام وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر